دعا لرئيس الصيني شيجينبينغ لعقد مؤتمر دولي للسلام يركز على إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة متعاحدا بتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وفي كلمات خلال الجلسة الافتتاحية للاجتمع الوزري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني أكد شيجينبينغ أن بلاده ستقدم دعما بقيمة ثلاثة ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين الأنبو وذلك لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع مشددا على أن بلاده تدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة